السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامي للأعزاء مرحبا بكم معي مجددا اليوم سنشتغل على حسة التطبيقات الكتابية المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي صفحة 63 إذن نص نبدأ بقراءة النص الذي يحمي العنوان أول آلة موسيقية نقرأ النص أولا الراعي متوجه إلى المرعى يتقدمه قطيعه كان الليل ما زال يرخي ظلمته والشمس تطارد الظلام جلس الراعي وإلى جانبه غابة قصب هبى النسيم فمرت نسماته بين القصب فإذا نغمات عذبة تنبعث فرحة بقدوم يوم جديد انبهر الراعي بهذه الألحان متسائلا أمن القصب تنبعث هذه الموسيقى ثم عمد إلى قصبة فثقبها ونفخ فيها فكانت أول آلة من آلات الموسيقى إذن نمر إلى أنجز على دفتري أكمل عائلة كلمة فارحة إذن عائلة كلمة فارحة هي جميع الكلمات التي تجتمل على الحروف الأصلية التي في الكلمة إذن فارحة سنكتب مفرح إذن الفاء والراء والحاء مفرح هذه ندير فارحة أو يفرح فارحة فعل ندير أفراح أفراح هذه ندير أيضا فارحون إذن هذه هي بعض الكلمات من عائلة كلمة فارحة نمر إلى السؤال الموالي بما فارحة النغمات العذبة من خلال النص فإذا نغمات عذبة تنبعث فارحة بقدوم يوم جديد إذن فارحة النغمات العذبة بقدوم يوم جديد أشكل ما كتبا باللوني الأزرقي إذن غدين نمشون نص ونشكله ما كتب باللوني الأزرق الراعي متوجه الراعي متوجه الراعي متوجه إلى المرعى يتقدمه قطيعه كان الليل ما زال يرخي ظلمته الراعي متوجه يتقدمه قطيعه يرخي ظلمته إذن نمر سؤال موالي أملأ كل خانة من الجدول بكلمات من النص إذن نبحث عن اسم مفرد اسم جامع اسم مؤنث واسم مذكر من النص من طبيح الحال يعني عندنا أكثر من اسم مفرد أكثر من اسم جامع إلى آخره إذن مثلا اسم مفرد ماذا سنكتب سنكتب أول كلمة عندنا في النص هي الراعي فهو كلمة يعني في المفرد المرعى أيضا مفرد المرعى ماذا إذن الليل مفرد قطيع يتقدمه قطيعه قطيع مفرد مثلا الظلام مفرد إلى آخره إذن سنمر اسم الجامع عندنا نغمات نغمات هنا أيضا اسم مفرد قطيعه نديره النسيم إذن عندنا جمعة من الكلمات التي تختاروا كلمة نغمات في الجمع عندنا أيضا الألحان كلمة في الجمع آلات آلات موسيقية فهو كلمة في الجمع مفردها آلة إذن نغمات ألحان نسمات أيضا توجد كلمة نسمات نسماته بين القصب إلى آخره إذن اسم النث ماذا سنكتب من النص الشمس 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 اسم مؤنت آلة اسم مؤنت ماذا أيضا غابة اسم مؤنت يعني هذه اسبحته في النص غيب التي وديت القاوم جموعة من الكلمات نمر الاسم مذكر اسم مذكر قلنا الليل اسم مذكر هذا أيضا الظلام مذكر القسب مذكر يوم يوم فهو اسم مذكر مهم إلى آخر ستقلبون زيان مهم نكتفي بهذا القطر باش ما نطولش عليكم بالسف إذن السؤال الخامس أضع خطا تحت المبتدأ وخطيني تحت الخبر فيما يأتي إذن النايو فهو مبتدأ قد نوضعه تحت منه خط والخبر خطين إذن النايو مبتدأ أول خبر النغمات مبتدأ عذبة خبر نمر إلى السؤال الموالي إنه يوم ممتر ولكن أنا كنفضل الجو الجو ممتيرا الجو ممتيرا عادي ندير مثلا العمال العمال متعاونون تعاونون الرمال ذهبية الرمال ذهبية ممتيراً وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحسة شكراً وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر